الاقتراح المشروع للانتخابات الجديد يقولك لازم تكون مناصفة خمسين بالمئة بنا يجال ونسا يعني خمسين بالمئة يعني أنا لما مثلا يكون عندي حزب سياسي وتكون عندي العتبة ولا جمعة التوقيعات لازم لما نقطع قائمة لازم نقعد تجور نخدم في الكوطة لازم نكون خمسين بالمئة يجال خمسين بالمئة ممكن يكون ممكن ممكن نقطع قائمة حسب الكفاءات لازم نروحه اليوم نبدأ ونحكيه على الكفاءات شكون اللي هو كف شكون هي النخبة اللي مستعد انها تتغشح في الانتخابات وتمد يعني يتمد اضافة لما نحكيه على الانتخابات الشيعية يعني للاولا الولائية وللا البلدية يتقدر يتمد للولاية وللا تقدر يتمد للبلدية الإضافة علش دايما النظام يحدد كيما عملوا كيما عمل ليزيد زايروني فالله لكن ما نسيتش يعني ما تقدر تكون صحة تقدر تكون غطة في 2012 تعديل في تعديل تعقلون الانتخابات ونجد لازم داروا 30 بالمئة كين كوطة نعم أنكوطة تحت 30 بالمئة في القوائم الانتخابية نسى ومع كل احتراماتي يعني مع كل احتراماتي لكن شفنا يعني وش خاج في البايلمان يعني ما عليش ما نقولوش غير المساء خاج وخاج كما كان واحد الوقت يسميوها بايلمان الحفافات والبايلمان تعال البقايين وبايلمان تعايج الأعمال لما نبقوا في نفس المنطقة على الكوطة نقعدوا بنفس المنطق يعني نفس المعطيات تحت تعطيك نفس النتائج ما زاد لازم تحط طن ولازم تعمل طن نمد للشاباب باش يععملوا حملة انتخابية خلي الناس تقوم بممارسة سياسية كما قال العبد الكريم يروح يديمون دي إنسال أعطيه إنسال خليه يعبر على أفكاره على ما زالوا يخافوا من الأفكار وما زالوا في كل مرة يحبوا يوجهوا الأفكار يحبوا يوجهوا الجنس يحبوا أنفاء الجنس صدير للمراء الراجل لماذا؟ اليوم نحن بحاجة إلى الكفاءة التي تترشح نحن بحاجة إلى برلمان يقدر يواجه الحكومة يقدر صح يعبر عن صوت الشعب من العيب يعني ومن العار بعد ما تتعاود الانتخابات البرلمانية ينتج لنا برلمان مثل البرلمان الذي أضار به بودفريقة عشرين سنة بعد ثمين وعشرين في فهي أعتقد أنه من العار نخرج برلمان ضعيف أنا اليوم قانون الانتخابات الجديد ليوا قاعدين حابيني حابيني عدلوه هذا المشروع تاعد القانون تاعد الانتخابات أعتقد أنه ماشي في نفس السياق ناشي بنفس الاتجاه نفس الآليات نفس التخيل نفس التصور لأتبع أبعى بالمياح تخلي أعجيب لك ليندي أعجي تجيب لك تاجة أعجي تجيب لك الحزب ولو أنهم يعني رؤساء أحزاب هادي الياحي في السجن مانيش نستشفى فيهم لأنه عندي أنا يعني عندي تحفظ أيضا يعني في سجن المسؤولين السابقين ووؤساء يعني الانتخابات لأني ضد العدلة الانتقامية وضد عدل تصفية الحسابات وهدي قلتها وكتبتها وعبارت عليها ولكن يعني هذا هو أساء الأعزاب هذا الأعزاب اللي هو أساء هاليوم في السجن هذا الأعزاب اللي قبل 22 في فهي كانت تطبل بعد ما جاء 22 في فهي ثلاث ولا يبعى سمانات ما كانوش عايفين نشكون يطبلوا بعد سوقوت بوت فليقة وبروز قاية صالح بدأوا يطبلوا القاية صالح بعد ما جاء تبون ولو يطبلوا لتبون هذه الأحزاب ما تقدرش تعطيك ما تقدرش تعطي نتيجة اللي غدوة تخدم صالح تعالش فقط قبل ما نروح نتيجة من الحياني مقبل كي كنت تهضر على الكوتة تعالبنات الزميلات في لغي يجي شفت الأرض حبيت بركي نقول لك بلله إلي هناك سمح لي سمح لي يقوس فقط نحن نخليك نخليك رجالي اتفضل أنا لما قلت لبنات مش معناها لازم نعمل قوائم تعاجات لا نعمل قوائم تعالناس لقضيين لأنه النظام لما يتكلم على قوائم اتخابية يقول لازم تكون 50% رجال و50% ساعar هل توجد في الجزائاء 24 وانية هل توجد في الجزائاء 50% من الوزاراء وزيارات هل توجد في الجزائاء 50% من المدارئة التنفيديين كمدارة جال أنا نقول لك هل توجد في الجزائاء المستشارين على مستوى اucha القوائم الانتخابية هل توجد مستشارات بقدر مستشارين يعني ماnineج تحكي لي غير الانتخابات بشتمية على القوائم الانتخابية خليني نفتح القاوز خليني نفتح القاوز حبيت برك نقول أنه النقاش هذا تلك وطيب يبقى نقاش